طلابنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في مادة علم المواد 2 ومحدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في هذه الجزئية اللي هي الجزء الثاني من الشبطة الأولاني هنتكلم عن الوصف العام لشبطة الرقم 3 اللي اسمه الكمزيتماتيريال أو المواد المتراكبة والوصف العام لشبطة الرقم 4 اللي اسمه البودا الميتاليرجي أو تكنولوجيا المساحية الشبطة الرقم 3 اللي اسمه الكمزيتماتيريال أو المواد المتراكبة هنعرف يعني كمزيتماتيريال والفرق بين المواد المتراكبة والمواد والمركبات والسبائك بعد كده هنعرف تصنيف الكمزيتماتيريال اييه أنواعه اللي احنا هنعرف ده كده اللي هي عبارة عن معتمدة على اسم أو محتوى أو اسم محتوى المادة الأساسية اللي هي الماتريكس بتاعها بعد كده هنعرف أنواع reinforcement المضافة بعد كده هنعرف طرق المستخدمة لعلاج هذه reinforcement قبل إضافته لأننا في الفقرة دي هنعرف أن الـ Composite Materia عبارة عن Matrix زائد reinforcement بمن أننا عرفنا أنواع الماتريكس في هذه الفقرة يبقى لازم نعرف أنواع reinforcement بعد كده هنعرف الطرق المستخدمة في تصنيع الـ Metal Matrix Composite في حالات المادة المختلفة سواء كانت Liquid أو Solid أو غاز لأننا اخترنا الـ Metal Matrix Composite من وسط أنواع الـ Composite Material عشان نتكلم عن إيه بالدراسة والتحليل في الفقرة اللي بعد كده هناخد التطبيقات بتاعة الـ Composite Material إيه تطبيقات الـ Composite Material؟ وأخيرا في هذا الفصل هنتكلم على الأيوب والمميزات الخاصة بمادة الـ Composite Material أو المواد المتراكية أما في شرط الرقم 4 اللي اسمه الـ Bauder Metallurgy هنعرف يعني إيه Bauder Metallurgy إيه هي العملية التكنولوجيا المساحية وإيه المخطة العام بتاعها اللي بيبين خطواتها خطوة خطوة بعد كده في فقرة رقم 3 دي هنبدأ بداية مخلفة لجميع الفصول السابقة واللاحقة لأننا في فقرة دي هتكلم عن المميزات وعيوب الطريقة بتاعة الـ Bauder Metallurgy ليه؟ لأنها هتعمق المفهوم الأساسي بتاع الـ Bauder Metallurgy اللي هو مهور الكلام عنه في الفصل دي بعد كده هتكلم عن طرق تصنيع المادة على شكل بودر إزا يتحصل على أي مادة على شكل بودر؟ بعد كده هشوف الاختبارات التي تجرى عليها بعد كده هاخد عملية الـ Blending اللي هي خطوة مهمة من خطوات الـ Bauder Metallurgy Process وإيه أهميتها؟ بعد كده هصنع الـ Bauder وقت ما أنا حصلت من المادة على شكل بودر عملت لها الاختبارات الوجبة عملت لها خطوة من خطواتها اللي هي الـ Blending يبقى لازم بعد كده أبدأ أصنع الـ Bauder عشان أقدر أحصل على Final Product طب وقت ما حصلت على Final Product إيه هي العوامل اللي بتأثر على المنتج النهائي بتاع عملية البودر المتاليرجي؟ ده أنا هشوفه في هذه الفقرة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر